عمليات انتشال جثث ضحايا الحرب في مدينة الموصل العراقية المنكوبة لا تزال مستمرة إلى الآن الرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على أعلان الحكومة استعادة السيطرة على المدينة آخر تلك العمليات ما أعلن عنه الدفاع المدني انتشال 93 جثة متفسخة من تحت الأنقاض في أحياء وأزقة متفرقة داخل مدينة الموصل القديمة في ظل ترجيحات بوجود جثث أخرى تحت المنازل والمباني التي ما زالت مهدمة بفعل القصف الجوي والمدفعي الذي شن على الموصل من كل حدب وصوب اكتشاف المزيد من جثث ضحايا حرب الموصل يحدث في كل مرة يتم فيها رفع الأنقاض ليفضح مزاعم إعادة الإعمار وتعويض الضحايا التي تدعيها السلطات الحكومية وفقا لأهالي المدينة ما يدل على حجم الكارثة الإنسانية التي وقعت على المدينة وأهلها شواهد مأساة الموصل كثيرة لعل من أبرزها ما كشف عنه مركز آفاد المعني بحقوق الإنسان في العراق بوجود آلاف الجثث المتفسخة التي ما زالت قابعة تحت أنقاض الأبنية المدمرة في الموصل كما وثق المركز وجود 85 مقبرة جماعية لضحايا مدنيين قتلوا إبان سيطرة تنظيم داعش على المدينة إلا أن الأخطر من ذلك هو وجود اتفاق ضمني منذ فترة حكومة العبادي وحتى اليوم يقضي بعدم استخراج جثث ضحايا العمليات العسكرية دفعة واحدة خشية افتضاح العدد الحقيقي للضحايا المدنيين الذين قضوا خلال الحرب وذلك من خلال حملات خجولة لانتشال الجثث تزامنت مع عرقلة السلطات حملات لناشطين مدنيين بهذا الشأن وإيقافها وفقا لمركز آثات أما الخاسر الأكبر من هذه المعاناة فهم سكان الموصل القريبون من مناطق الجثث حيث يعانون من روائح تلك الجثث ومخاطر وجودها صحيا فضلا عما تسببه من آثار نفسية على الأهالي